أو في الحلقة الماضية يقول هناك من يدعو في صلاة التراويح و معه أهله أو يدعو عند المقابر أو في أي مكان للميت أو لنفسه إذا كان يعني أو لميت معين عفوا اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله و زوجا خيرا من زوجه يسأل عن صحة هذا الحديث أو هذا الدعاء المأثور ثم هل يمكن أن يستخدم في كل هذه الأوقات لأنه يقول أحيانا يسبب حرقا للزوج عندما تكون حاضرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلى الله وسلم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين اللهم افتح لنا بواب رحمتك و انشر علينا أثواب حكمتك اللهم علمنا ما لم نعلم و أهلنا إلى الطريق الأقوم إنك أنت العز الأكرم و أنت الرب و أنت الحكم أما بعد فإن هذا الجزء المسؤول عنه هو نعم من دعاء مأثور ثابت عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من طريق عوف بن مالك في الدعاء الشهير الذي قاله رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في الصلاة على الميت اللهم اغفر له و أرحمه و عافه و جاء فيه و أبدله دارا خيرا من داره و أهلا خيرا من أهله و زوجا خيرا من زوجه نعم و الحديث عند الإمام مسلم و عند غيره أيضا فالحديث صحيح و اختلف في معنى لكن قبل الخلاف كما تقدم في الرواية نفسها فإن هذا الدعاء للميت كان في الصلاة على الميت نعم سري فلم يكن في محفل من الناس أو عند الدفن عند الدفن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال استغفروا لميتكم و سألوا الله في بعض الرواية له الثبات فإنه الآن يسأل فهذا الدعاء يكون في صلاة الجنازة و لو ثبت أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قاله في مشهد من الناس أو في محفل أو في مناسبة فيها جمع من الناس لما ترددت النفوس في التأسي به عليه الصلاة و السلام و الإتيان به بعد فهمه الفهم الصحيح اللائق به نعم أما أن يظن بأنه يستحيا منه و قد قاله رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فهذا لا ينبغي لمسلم و حسنا فعل السائد إذ قال هل الدعاء مأثور أو ليس بمأثور نعم هو مأثور و قاله رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في دعائه للميت في صلاة الجنازة نعم الآن يمكن أن ينظر في معنى و هل هو عام لكل ميت للرجل و للمرأة فطائفة من العلماء يرون بأن هذا الدعاء إنما يكون على بهذه الألفاظ للميت الرجل دون المرأة نعم فإن المرأة يمكن أن يأتي فيها اللهم إن هذه أمتك ابنة أمتك و ما يناسب المقام أي مقام التأنيث نعم ولكن لا دليل على التمييز بين الميت ذكرا كان أو أنثى في هذا الدعاء نعم فقد ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أنه يقوله و لذلك ذهب أكثر العلماء المحققين إلى أن الدعاء صالح لكل ميت للرجل و للمرأة لا سيما و أن كلمة زوج تصدق عليه ما معا نعم و إنما يأتي الإشكال هنا بأن المرأة يكون زوجها في الجنة كما دلت السنة أيضا زوجها إن كانا من زوجها في الدنيا زوجها في الآخرة إن كانا صالحين و كانا من أهل الجنان نعم و كذا الحال بالنسبة للرجل أيضا قد يشكل فهم أن يستبدل بأهله و أن يستبدل بزوجه نعم فلذلك ذهب العلماء إلى بيان أن المقصود هو الخيرية في الصفات لا في الذوات نعم فمعنى قوله و أبدله أهلا خيرا من أهله أي خيرا في صفاتهم نعم و كذا الحال و أبدله زوجا خيرا من زوجه أي في الصفات لا في الذات لا باستبدال الذات و إنما بالترقي بالصفات التي تكون محبوبة مرغوبة فيها مناسبة لما في الجنان من خلال أهل الجنان و نزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين نعم فهذا هو المعنى إذن و بهذا يزول الإشكال للطرفين يزول الإشكال فيما يتعلق بالميت الذكاء الرجل و فيما يتعلق بالمرأة إن كانت هي الميتة فالمقصود هو الترقي في الصفات لا استبدال الذوات و الله تعالى أعلم هل ورد أيضا ما يدل على أن هذه الأشكال و الألوان التي عليها الناس في الدنيا تتغير في الجنة لمن كتب الله له الجنة أما الأشكال و الألوان نعم ورد في روايات يعني فيما يفهم منه أيضا أو يستدل منه أنهم يبعثون شبابا و أنهم كما وصف الله سبحانه و تعالى أيضا النساء في الجنان قال أترابا و الأتراب هم الذين يكونون في عمر واحدة و رسول الله صلى الله عليه و سلم مازح امرأة عجوز فقال لا يدخل الجنة عجوز فعجبت من ذلك فقال إنما تبعثين شابا نعم فنعم في هذه الخصال أما من حيث تغير ذواتهم بالكلية فهذا لا دليل عليه و لذلك ورد ما يتعلق ببقاء علائق الزوجية و أنهم يتزاورون يعرف بعضهم بعضا يلسون إلى بعضهم البعض يسألون عن بعض أهاليهم فنسأل الله سبحانه و تعالى أن نكون منهم آمين كمي ترجمة نانسي قنقر